أن أقول لنفسي وليخواني من أن أعظم شيء القرآن وكلام الله جل وعلا هو أعظم ما يتقرب به إليه كيف وهو علم الآن نتعلمه ونعلمه فيا بشرى من علم الناس في شيء يحبه الله جل وعلا ورسوله وهو القرآن واليوم ليس مجال أنصاف حلول في العلم يا إما أنك تجد وتحرص على علم نافع قوي بحسب ما آتاك الله من القدر والمواهب لكن تجد أن تكون قد تيقنت مما تعلمته وهذا هو المطلوب أن نتيقن مما تعلمنا وأن لا نتعلم نصف علم فإن الذين يضرون الشريعة اليوم ويضرون في فهم الإسلام وينسبون للدين ما ليس له هم من يكتفون بالنصف يعلمون شيئا قد غابت عنهم أشياء وهذا لا تبرأ الذمة بأن الإنسان يكون عنده القدرة على أن يبحث وهو مقصر اكتفاءا بما تعلم يعني واحد تعلم في الكلية ثم بعد العمر نسى نصه يصلح أنها يتصدر للناس ولا يراجع مراجعات خفيفة لابد من تعمق لأن أنت تنقل عن الله جل وعلا العلم ترى ليس سهل والأمة بحاجة إلى علماء كثير جدا يعني كم عدد الأمة مليار وخمسمائة مليون كم نحتاج لهم من العلماء كم نحتاج من المتخصصين يعلم شيئا فيدعو إليه ويبين شريعة الله الله جل وعلا أمرنا أن نتبع وأن نكون مبلغين فالتبليغ لا يكون بجهل يكون بعلم لابد من العلم الراسخ بقدر استطاعة المرء فيحرص ويعلم الله منك أنك بذلت جهدك وهنا شيء ينتبه له الأخوة وهو أن العلم له عقد وله ملح لا يبالغ في الملح في العلم وتنسى الأصول يعني مثلا الواحد عندها أساسيات لكن تبالغ فيها البحوث التفصيلية حتى نسي الأصل ما يصير هذا لابد أن يكون دائما معك رأس المال العلم الأساسي الذي تعلمه وما تبحث في أمور تفصيلية من ملح العلم مثلا يبحث رسالة وبحث طويل الجبال في القرآن أو الرجال في القرآن وينسى علوم القرآن الأساسية الكبارة التي يحتاجها أو يأتي في مسألة يقول والله أنا شرحت الطهارة في عشرين مجلداً طيب الفقه كله أو نحو ذلك هذا لابد من رعايته لا ننساق وراء رغبة في ذلك العلم عقد وملح خذ من الملح ما ينشطك للثبات على معرفة العقد اليوم في العلوم جاء ما يصد عنها وهي فرصة وهي الوسائل الحديثة اليوم بالغ طلبة العلم في رؤية وسائل التواصل الجديدة من التويتر ولا يوتيوب أو ما أدري إيش ولا يرون في القنوات إلى متى؟ خذ منها قدر الحاجة لكن العلم هو الأساس وإلا ترى تفقد العلم شيئاً فشيئاً فكيف إذا صار عليك حجمة متنوعة من كل جهة وأنت الآن من بحر في بحر من بر في بر تضيع في الصحراء وهذه المجال أنت الآن مثلاً تويتر تكلم أمام حركة ناس بملايين البشر في العالم تروح تتبع كلها العالم كيف؟ هذا ما يليه حتى من ناحية السمت ولا من ناحية المرؤة الواحد ما يتتبع ناس عنده جنبه فكيف يروح يتتبع في هذه التواصل أمم من الناس جنبه بعيدين عنه؟ لا يليه إلا لقدر الحاجة لنصرة الدين أما لمجرد الأنس فهذا ليس أنساً مشروعاً في ملاحقة كلام الناس إلا فيما فيه فائدة فإذا كان تعود هذه على علم الرجل بالتأثير أو بالضعف أو على عبادته أو تعبده أو خشيته هذا مصيبة أخرى يجب أن يرعوي بسببها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر